تسعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية كافة وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الانتاجية وكذلك أيضا تعظيم قدراتها الانتاجية قرية أحمد بدوي بغرب النبارية كانت واحدة من تلك القرى التي استفادت من مشاريع المبادرة والتي رصدت لها الدولة مئة مليون جنيها انطلاقا من مبادرة حياة كريمة بدأت المرحلة الأولى للمبادرة بمدينة النبارية بالبحيرة في جني ثمارها حيث شملت عددا من أعمال التطوير بالقرية لرفع مستوى المعيشة نحن إن شاء الله يتعامل أحسن حاجة لأهالي لهذه المناطق وحضرتكم جايين معنا دوتي على شبكة الطرق التي تعملت شبكة طرق كبيرة موجودة في المنطقة فربنا يتوفق نحن يمكن النهاردة من الصبح شغالين وانتشوفت كذا مكان في أعمال مختلفة في البنية التحتية للمنطقة تشمل الأعمال التي تتم بالقرية أعمال رصف ما داخل القرية والشوارع الداخلية وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء وتدعيمها بمحول كهربائي كما تشمل الأعمال تنفيذ وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالقرية وإنشاء مدرسة تعليم أساسي بالقرية وإنشاء مركز للشباب بالإضافة إلى أعمال الإنارة وتركيب الأعمدة وكشفات الإنارة نحن قبل المبادرة لم يكن فيها الخدمات كانت شبه معدومة نحن نرى أن المبادرة تمت في شغل ممتاز جدا المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسعى إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكنها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية